أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية Military Watch تنشر مقالاً حول المدمرة الصينية 052D أو 052D أو 052D هذه المدمرة ذات التقنية العالية للغاية والتي لا ترغب الصين إلا في بيعها لكل من الجزائر وروسية فلماذا تحديداً الجزائر وروسية؟ الجزائر كان لديها هذا الطموح لسبب رئيس لأن الجزائر كانت تريد أن تقفز القفزة الأخيرة بالسخوي 57 وبحرياً بهذه المدمرة هذه المدمرة الشديدة التقنية والتي لديها الأيجيس المعروف أن مثل هذه المنظومة أعلى ما في التكنولوجيا الغربية هي مزودة بها لذلك فإن 052D عموماً هذه المدمرة تحتاجها روسية ولماذا روسيا ولماذا ربط المقام ما بين هذه المدمرة والكرم؟ لسبب رئيس لأن الحاجة إلى تقريباً 052DL هذه على وجه التحديد القابلة أيضاً أن تصدر وهناك 25 منها هناك 25 من 052D وهناك أيضاً 24 وفيما تم هذا الشهر ستكون 26 من 52DL التي لديها الرسوء أو هبوط المروحيات بطريقة عمودية وبما فيها أيضاً مقاتلات مقاتلات لأننا أمام مثل هذه الظرفية يمكن استخدام إما حاملتي طائرات متوسطة يعني حاملت طائرات اثنين منها حاملت طائرات متوسطة للدفاع عن القرن لأن أغلب البحرية الروسية هي تكنولوجيا لكن من جهة أخرى ثقيلة وثانياً أن كل هذه المنظومة هي منظومة لتطوير البحرية السوفيتية يعني أن الروس اليوم ليس لديهم إطلاق نماذج جديدة هذه النماذج الخفيفة والخفيفة أكثر وهو المفيدة وذات التكنولوجيا في نفس الآن لديها الآيجيس هذا الذي يمكن القول معه تقريباً أننا نتحدث عن الآيس جواً والآيجيس بحراً هذه آخر التكنولوجيات الغربية لدى الصين ولديها بشكل قوي جداً ولدفاع الروسية عن القرن لا بد أن تكون مثل هذه المدمرة ولذلك الروسية في حاجة إلى مثل هذه المدمرة خصوصاً بعد إغراق موسكفا إذن لدينا هذا التفصيل في حماية الموقع أو المصالح المشروعة بتعبير وزير الخارجية الصيني هناك أول مرة يعتبر المصالح المشروعة من داخل النظام الدولي الحالي المصالح المشروعة للبلدين إذن الشرعية أولاً يعني لا يمكن بأي حالاً إلا العمل داخل النظام ما بعد الحرب الكونية الثانية يجب إسقاط أمريكا ولكن في نفس الآن لا يجب الخروج على النظام العالمي هذا بل لانتقال السلس كما حدث من بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يعود إلى آسيا وبدون خسائر كبيرة إذن أمامنا هذا التصور الذي يدفع الصين إلى التفكير مرتين مرة في القرن عبر هذه المدمرة وأيضاً في جبل طارق جبل طارق يجب أن يكون هناك داعم استراتيجي للصين في هذه المؤهد استراتيجية يا عمر ولا بد من حماية متكافئة ومتعادلة لا تسمح لبريطانيا بالسيطرة على جبل طارق بقدر ما ستكون الجزائر لدي هذا الدور إذن دور في جبل طارق سيمنح للجزائر الصينية وأيضاً في البحر الأسود عبر القرن في هذه التدقيقات التي تؤكد من خلالها أولاً الصين بأن المصالح المشروعة لروسيا في القرن واردة ولذلك فتسليم مثلها أو بيع مثل هذه المدمرة لديها على الأقل مشروعية يعني مشروعية 2014 مشروعية مينسك وما تبعها فبالنسبة للكرم ولدونباس الأمر محسوم وإجب أن تبقى روسيا على هذا الحد ولا تتجاوز إذن بالنسبة هناك سؤال دائماً أطراحه حول قضية الوجوم الربيعي والوجوم الشتوي كل هذا الروس لديهم ساعة استراتيجية وهناك ما سماه وزير الخارجية اليوم الصيني بالاستفاف الاستراتيجي أو الالتصاق الاستراتيجي الترجمة الحرفية عن الصيني الالتصاق يعني الاستفاف أن نكون في نفس الوضع وأن ندافع على المصالح المشروعة على كل حال هذه المصالح المشروعة تجدها أيضاً الصين انطلاقاً من الجزائر ولذلك وجدت ميليتر ووتش وغيرها من المتابعين بأن مسألة تسليم كل من روسيا والجزائر هذه المدمرة والمدمرة على أعلى طراز لأنها ترغب في خلق توازن رئيس ما بين بريطانيا في جبل طارق فرنسا في مقابل الجزائر في غرب المتوسط وأمامنا إسبانيا وأمامنا الأسطول الأمريكي في إيطاليا لا بد للجزائر أن تكون قوية قوية لدرجة أن توازي قوة كل من فرنسا إسبانيا التي لديها قواعد أمريكية وبريطانيا في جبل طارق وأمريكا في إيطاليا إذن الأمر هنا واضح بأن الجزائر لا مناص من أن تكون قوة لبريكس لأن بريكس منذ موسي منذ هذه المناورات الجارية الآن أو مناورات سيرقون ما بين جنوب أفريقيا والصين والروسية في جنوب أفريقيا أصبح واضحاً عسكرة بريكس وأخطة العسكرة هذه لحماية المصالح المشروعة دائماً بتعبير الصينيين فإن الجزائر لديها كل الحق في أن تكون قوة للإشراف على هذا الممر الدولي في جبل طارق ويجب حماية هذه المصالح ومرور كل السفن ولا يكتفي الصينيون فقط بالقانون الدولي إنما بخلق توازن طبيعي يمكن أن يخلق توازن ستراتيجي يحمي الصين أمام المنفذين لأن تركيا عبر الباكستان نحو البصور والدردنيل روسيا في البحر الأسود وتمكين روسيا وهذا الذي يجب لانتباه له وهذه وثيقة صينية تسليم أو بيع لأن في بعض الوثائق فيه تسليم السماح بتسليم السماح بتسليم صفر 52D إلى روسيا وهناك أيضاً صفر 52DL المعروفة بأنها تمتلك حظوة أخرى في الهبوط العمودي لمروحيات DL في كل هذه الأحوال سنجد أننا أمام الدفاع في البلطيق على المصالح الروسية المصالح الروسية هناك والتراب الروسي هناك وهذا الذي يعني الكثير بالنسبة للسن لهذا فإن دعم كل من القرم وأيضاً مصالح الروسية في البلطيق والمصالح المشتركة في ألاسكا والمصالح مع بريكس في كل من جنوب أفريقيا وشمال أفريقيا مع الجزائر ومع تأمين جبل طارق وما يسمى بالمتوسط الأطلسي هذا التأمين الكامل هو الذي جعل من ميليتر وورتش تؤكد أن هناك وثائق للدفاع والخارجية الصينية تجعل من صبر 52 مؤهلة هذه المدمرة مؤهلة أن تكون في دولتين روسية والجزائر حصراً والجزائر أولاً وهذا الذي جعل المقالة أيضاً يبدأ بالجزائر قبل روسيا ولماذا؟ لأن تأمين جبل طارق اليوم يجب أن يكون أقوى ولا يمكن بأي حال للصين أن تسمح لأمريكا أن تحول الجزائر إلى جزء من استراتيجياتها أو جعل هذا الاستثناء أمام الأسد الأفريقي على شرقها وغربها وأمامها فرنسا وفي جنوبها اليوم يتحرر من فرنسا ويأتي الروس فإن الصين أيضاً ولتواجد روسي بري في باماكو بوركينفاسو وفي كل هذا فلابد من تواجد بحري يوازي ولأن هناك تركيز كبير على الشرق المتوسط فهناك تركيز أقوى على غرب المتوسط ولذلك فالجزائر تأخذ هذه الحظوة لأسباب استراتيجية بالأساس جعلت من هذا المقال مهماً للغاية لأن لديه استشراف واضح مع الدراسات الصينية المواكبة هذا هو الذي يمكن لعم تأكيده لماذا الجزائر وروسيا حصراً وقصراً لديهم هذه الإمكانية بشراء 052D وهذا هو أقدر هذا هو الخيار الأقدر على بناء استراتيجية بحرية وهذه الاستراتيجية البحرية ستكون متقدمة للغاية وهذا الذي يمكن الآن قوله أكيده من خلال مقال ميليتر ووتش وأيضاً من خلال دراسات صينية حول الجزائر في الاستراتيجية الجديدة شكراً جزيلاً وإلى اللقاء